بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله الدنس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الحديث ببيان حكم المني ويسمى بالجنابة كنت أغسل الجنابة يعني المني سمي المني جنابة من المجانبة لأن المني جانب محله وخرج من محله فهذا الحديث يدل على مسائل سنة الأولى فيه بيان خدمة أهل الفضل ولا سيما الزوجة لزوجها فإن عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها كانت تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أنها كانت تزيل أثر المني عن ثوبه صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل على أن المني طاهر أنه طاهر لأنه في الرواية الثانية اكتفت بفرقه ولو كان نجسا لك كان لابد من غسله فالاكتفى بفرقه إذا كان يابسا دل على طهارته فهو مثل البصاق والمخاط يكتفى بفرقه وإزالته وأما غسلها إياه فهذا إذا كان رطبا وهو من باب النظافة من باب النظافة لا من باب غسل النجاس فالمني طاهر لكن إن كان رطبا فإنه يغسل من باب التنظيف لأنه لا يمكن فرقه وإن كان يابسا فإنه يكتفى بفرقه وهذا من باب النظافة ولو صلى الإنسان وعلى ثوبه شيء من المني صلاته صحيح نعم نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل نعم هذا الحديث فيه بيان ما يوجب الغسل بيان ما يوجب الغسل في عمل الرجل مع امرأته قال إذا جلس بين شعبها الأربع إذا جلس الزوج بين شعب زوجته الأربع والأربع اختلف في تفسيرها وأقرب الأقوال أن المراد يداها ورجلاها هذه أربعة أعضاء فإذا جلس الزوج بين أعضائها الأربعة وجهدها يعني أولج ذكره فيها فإنه يجب الغسل وفي الحديث الآخر إذا التقى الختانان أي ختان الرجل وختان المرأة فقد وجب الغسل والفقهاء يقولون يجب الغسل إذا غيب الحشفة إذا غيب الحشفة ولو لم يحصل إنزال لأن هذا جماع يسمى جماعا يوجب الغسل ولو لم يحصل منه إنزال فهذا من موجبات الغسل التقاء الختانين أو الإيلاج إيلاج الحشفة في فرج زوجته إنه حينئذ يجب عليه الغسل وعليها أيضا على الإثنين عليه وعليها هذا معنى جهدها يعني جامعها بالإيلاج أما إذا لم يحصل إيلاج يعني استمتع بها بدون إيلاج ولم يحصل إنزال فلا غسل حينئذ وفي الحديث بيان الأحكام الشرعية وأنه لا يستحي من ذكر الأحكام الشرعية إن الله سبحانه لا يستحي من الحق والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ما يوجب الغسل على الزوجين في الجماع بينهما والغسل معروف هو استعمال الماء في جميع على جميع البدن كما سبق وهو الطهارة الكبرى لعم عن أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهما أنه كان هو أبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لعم عن أبي جعفر محمد بن علي لعم ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنفية دعم هذا الحديث عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومحمد بن الحسين يكن أبا جعفر ويلقب بالباقر أبو جعفر الباقر لأنه تمكن في العلم وبقره فسمي بالباقر لقوة علمه وذاكرته رضي الله عنه وهو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن علي ابن الحسين زين العابدين والحسين هو بن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة رضي الله عنه إنهم كانوا عند جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي المشهور رضي الله عنه فسألوه عن الغسل يعني عن مقدار عن مقدار الماء الذي يغتسل به الجنب فقال يكفيك الصاع والصاع الصاع النبوي أربعة أمدات والمد هو ما يملأ ما يملأ الكفين مجموعتين ممدودتين يسمى بالحفنة الحفنة ملء الكفين مجموعتين ممدودتين الصاع أربع حفنات هذا والصاع النبوي كل حفنة تسمى مد فالصاع النبوي أربعة أمداد أي أربع حفنات فقال محمد فقال نعم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع نعم فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب نعم وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال رضي الله أنا ما عن هذا سألتك سألتك عن الرجل الذي اعترض منه نعم عن أبي جعفر نعم محمد بن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله ما سألتك عن هذا عن آخر الذي اعترض قال ما يكفيني من هو قال رضي الله عنه نعم الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه نعم الرجل الذي اعترض على جابر لما قال يكفيك الصاع قال هذا الرجل ما يكفيني وهو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الحسن بن محمد بن علي ابن عم هو هو علي بن الحسين يسمى محمد بن الحنفية أبوه يسمى محمد بن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة أم محمد من بني حنيفة فسمى ابن الحنفية فرقا بينه وبين إخوته أبن فاطمة رضي الله عنه وهذا ابنه اعترض كان مع الحاضرين اعترض فقال ما يكفيني فرد عليه جابر برد فيه قسوة لكن لأن هذا الرجل أساء الأدب أساء الأدب فقال ما يكفيني هذا اعتراض على السنة اعتراض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يكفي من هو أوفر منك شعرا وخيرا منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث فيه مقدار فيه مقدار الماء الذي يغتسل به وأنه مقدار الصاع هذا مقدار ما يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم وليس لتحديد الماء في الجنابة حد مقدر ولكن كل ما قلل من الماء وأسبغ الوضوء فهو أحسن كل ما قلل من الماء وأسبغ الوضوء كان أحسن وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل الماء ولا يسرف في صبه وكان يسبغ الوضوء صلى الله عليه وسلم يسبغ الاغتسال يسبغ الاغتسال ولذلك ذكر الراوي أنه يغسل رأسه ثلاثا من هذا الصاع ويفيض على جسمه عليه الصلاة والسلام يكفيه والماء إذا دبر ورفق به يكفي وأما إذا لم يدبر ولم يقتصد به فإن الكثير لا يكفي ولهذا يقول الإمام الشافع رحمه الله رب قليل رفق به فكفى ورب كثير أسرف فيه فلم يكفي أو خرق من الخرق خرق فيه فلم يكفي فالمدار على حسن الاستعمال المدار على حسن الاستعمال لعلى كثرة الماء فهذا الحديث يدل على مسائل يدل على أنه ينبغي التقليل من الماء في الاغتسال مع إسباغ الاغتسال وإيفائه وأن هذا أفضل من كثرة صب الماء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء فالسنة أن الإنسان لا يستهلك كمية كثيرة من الماء وهذا في جميع العبادات لأن الإنسان يعتدل فيها ولا يغلو ويتشدد فيها بل يتوسط في جميع العبادات ومنها الاغتسال من الجنابة وينبغي أن الإنسان ما يزيد ويغلو ويتشدد ويكثر من الماء مثل ما يفعل بعض الموسوسين أو بعض المسرفين فالعبادة لا يجوز فيها الإسراف والغلو وإنما العبادة تكون بالاقتصاد والاعتدال من غير إخلال ومن غير ومن غير زيادة يعني لا إفراط ولا تفريط في كل العبادات هذا المنهج السليم الاعتدال فيها من غير إفراط وكثرة ومن غير تفريط وإضاعة هذا في جميع العبادات والماء بالذات إذا أشرف فيه الإنسان ارتكب محظوره محظور الأول أنه غلى في العبادة وزاد فيها المحظور الثاني أنه ضيع الماء الذي قد يكون لا يحصل عليه إلا بتعب وبأثمان كثيرة وتكاليف كما هو الحال الآن كم تعلمون الماء كم يستهلك من الدولة من النفقات كم يستهلك من النفقات من الدولة فلا ينبغي الإصراف به وإضاعته لأنه إهدار لثروة عظيمة إهدار لثروة عظيمة من غير فائدة فينبغي الاقتصاد في الماء وعدم إضاعته في الغسيل في الاغتسال في سطح الأشجار والحدايق وغير ذلك من الأمور التي الآن الناس أو تضييعه في الشوارع غسل البيت ويغسلون البيت كله بالماء ويسيح الماء في الأسواق ويؤذي المارة كل هذا أمر لا يجوز ينبغي الاحتفاظ بالماء ينبغي الاحتفاظ بالماء وعدم إضاعته لأنه ثروة ما جاءت إلا بنفقات وتتاليف عظيمة تعلمون أن العالم الآن العالم كله الآن يشكو من شح المياه تعقد مؤتمرات لأجل النظر في صرفية الماء وهذه البلاد كما ترون من شح الأمطار وقلة المياه فلا ينبغي هذا الإصراف في المياه وإضاعتها من غير فائدة وفي العبادات يكون الأمر أشد لأن الإصراف يكون إصرافا في العبادة وغلوا وتشددا في العبادة منهيا بعض الناس يفتح البزبوز أو يفتح الصراف الماء ويخليه يضيع إلا أراد يغسي يده يضيع أكثر من يضيع كمية كبيرة بس تغسيل كفة ويفتح الماء ويخليه يضيع ما يغسل إنا ولا شيء أو ثوب أو أي شيء يضيع مياها كثيرة سيسأل عن هذا يوم القيامة ويحاسف لأنه أضاع ثروة عظيمة وأسرف وإذا كان هذا في العبادة والطهارة فإن هذا محرم الإسراف في الماء محرم ينبغي التنبه لهذه المسألة والشارع الحكيم كما ترون أرشد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس خوفا من الله وأكمل الناس في عبادة ربه في طهارته وغيرها يكفيه الصعب أربعة أمداد يكفي جسمه صلى الله عليه وسلم كله ومع هذا يغسل رأسه ثلاث مرات من هذا الصعب لأنه رفق به ودبره تدبيرا حسنا فكفى بعض الناس يظن أنه إذا أكثر صب الماء يكون هذا أفضل وأتم فيه وقد يكثر صب الماء ولا يرتفع حدثه لأنه لم يغتسل اقتسالا صحيحا ويطلع ما اقتسل لأنه ما أجر الماء على كل بدنه يصب الماء وبدون تقدير وبدون شيء ويظن أنه يكفي إما يتفطن عند هذا الأمر عند الوضو عند الاغتسال عند استعمال الماء في أي شيء يستعمل الرفق يستعمل الاقتصاد ولا يصرف من الماء إلا بقدر الحاجب وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يكون في الماء إصراف قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار لا تسرف ولو كنت على نهر جار فهذا أمر مسألة ينبغي التفطن له وتنبيه الناس تنبيه الناس عليها وفي الحديث دليل على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فإن جابر رضي الله عنه ذكر لهؤلاء الأخيار الذين جلسوا عنده من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لهم مقدار ما كان يغتسل به صلى الله عليه وسلم لأجل الاقتداء وله بلازم أن الإنسان يتقيد بالصاع لكن هذا مبدأ في الاقتصاد أن الإنسان يحرص على تقليل الماء يحرص على تقليل الماء مهما أمكن ذلك كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضى بالمد ربع الصاع الوضو بمد ربع الصاع وفي رواية وجاء في حديث أنه بثلثي مد توضى عليه الصلاة والسلام هذا مقدار طهوره صلى الله عليه وسلم الوضو مد أو ثلثي مد والاقتصال بالصاع صاع من الماء فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في تقليل الماء والمدار على إسباغ الطهارة سواء اقتسل بأقل من الصاع أو بمقدار الصاع أو بأكثر من الصاع قليل فالمدار على الإسباغ إسباغ الماء على العضو أو على الجسم هذا هو المطلوب إسباغ إسباغ الطهارة أي إتمامها على محل التطهير بحيث لا يبقى شيء لا يمر عليه الماء هذا هو المقصود وفي الحديث دليل على الإنكار على من أساء الأدب الإنكار على من أساء الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الرجل لما قال له جابر إن الصاع يكفي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما يكفيني فكأنه ما يكفيه ما يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك إنه ساءة أدب ولهذا قال كفى من هو أوفر منك شعرا وخيرا منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه أن العالم إذا أساء أحد عنده الأدب في مسألة من مسائل العلم أنه يعنف عليه بالكلام يعنف عليه بالكلام بما يردعه عن ذلك لأنه يجب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واحترام مسائل العلم واحترام العلم وأن طالب العلم يحسن الأدب ولا يأتي بمثل هذا اللفظ وفيه دليل كما سبق على أنه يستحب أن يغسل رأسه ثلاث مرات يعمم رأسه بالماء ويبلغه ثلاث مرات هذا سنة والواجب مرة واحدة بحيث لا يترك من شعره ومن مشرته شيء ما يمر عليها الماء فإذا عممه بمرة واحدة هذا هو الواجب والمجزي وإذا زاد إلى ثلاث فهذا هو السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب التيمم التيمم بدل طهارة بالماء التيمم بدل الطهارة بالماء عند فقده أو العجز عن استعماله وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة تيمم من خصائص هذه الأمة في أنها إذا عدمت الماء أو عجزت عن استعماله لمرض أو لقلة الماء الذي لا يكفي لحاجته وطهارته فإنه يوفره لحاجته ويعدل إلى التيمم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه في سفر في غزوة بن المصطلق فنزلوا منزلا وفقدت عائشة رضي الله عنها عقدها شيء من الحلي فقدته فأقاموا في هذا المكان يلتمسون هذا العقد والله أجرى ذلك لحكمة عظيمة وكانوا على غير ما لما حضرت الصلاة أنزل الله هذه الآية فكان هذا من بركات عائشة رضي الله عنها هذا من بركات عائشة رضي الله عنها أنها كانت سببا في هذا التيسير على المسلمين ونزول القرآن لهذه القضية ولما حركوا البعير وجدوا العقد تحته وجدوا العقد تحت البعير وغزوة البني المصطلق قيل إنها في السنة الرابعة للهجرة وقيل الخامسة وقيل السادسة والراجح هو الأخير أنها كانت في السنة السادسة من الهجرة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بهجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا فذكر التيمم جاء في سورة النساء وجاء في سورة المائدة فهو ثابت بالكتاب وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين وهو رخصة من الله عز وجل لعباده وتخفيف عنهم تيسير لهم في أن التراب يقوم مقام الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله والتيمم في اللغة هو القصد يقال تيمم كذا إذا قصده وفي الشرع هو استعمال التراب الطهور بدلاً عن الماء في الطهارتين الصغرى والكبرى عند عدم الماء أو العجز عن استعماله على صفة مخصوصة هذا هو التيمم وهو بالخصائص هذه الأمة التي سيأتي ذكرها نعم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك دعم هذا الحديث عن عمران بن حسين بن عبيد صحابي الجليل الذي كانت تسلم عليه الملائكة لفضله وكرمه على الله سبحانه وتعالى هذا هو عمران بن حسين وكان من أجلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في أبيه هل هو صحابي أو لا وهو حسين بن عبيد اختلف في كونه صحابياً أو لا فهو صحابي جليل وهو ممن سكنوا في العراق يعلمون الناس ويفقهونهم في دين الله حتى قال الحسن البصري رحمه الله ومحمد بن سيرين رحمه الله لم يأتنا مثل عمران بن حسين أو لم يأتنا أفضل من عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرأى رجلاً رأى رجلاً معتزلاً رأى رجلاً معتزلاً عن الصلاة أجالس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي معنا قال أصابتني جنابه يا رسول الله ولا ماء فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالتراب فإنه يكفيك عليك بالتراب فإنه يكفيك هذا الحديث فيه أن هذا الرجل اعتزل ولم يصلي مع الناس ولم يجلس عند المصلين وهذا من حسن أدبه أنه لم يجلس عند المصلين وإنما اعتزل في ناحية اعتزل في ناحية فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنه فيه أن العالم يستفصل من الإنسان الذي يرى عليه ملاحظة قبل أن ينكر عليه قبل أن يستفسر منه لعل له عذر فالنبي صلى الله عليه وسلم استفسر منه وقال ما منعك قال أصابتني جنابه أصابتني جنابه إما باحتلام أو غيره هو معلوم أن الجنب يجب عليه الاغتسان ولكن لا ماء المكان الذي هم فيه ليس فيهما فهذا الرجل إما أنه لم يعلم بمشروعية التيمم وإما أنه علم وظن أن التيمم إنما هو عن الوضو فقط ولا يستعمل عن الجنابة لأن فيه من يرى أن أن التيمم لا يكفي في الجنابة منهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يرون أن التيمم لا يكفي عن الجنابة وإنما هو في الوضو فقط ويروى أنهما رجع بعد ذلك ولكن المشهور أنهم لا يرون ذلك لا يرون أن التيمم يكفي فربما أن هذا الرجل على هذا المذهب يرى أن الاغتسال ألا أن الاغتسال من الجنابة لا بد منه فإذا لم يوجد ماء فإن الإنسان لا يصل النبي صلى الله عليه وسلم أزال عنه هذا الإسكان وقال له عليك بالتراب عليك هذه كلمة حث عليك بكذا أي أحثك أحثك على كذا وهي بمعنى 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 اسم فعل الأمر أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أي يلزموا أنفسكم هي كلمة حث وإغراء عليك بالتراب أي استعمله في التيمم فإنه يكفيك أن يكفيك عن الماء لأن الرجل قال ولا ماء فدل على أنه إذا لم يوجد ماء فإنه يعدل إلى التيمم وهذا كما في الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو التراب الصعيد ما على وجه الأرض ما على وجه الأرض من تراب أو غبار فيتيمم به من لا يجد من لا يجد الماء فهذا الحديث فيه مسائل مسألها الأولى فيه وجوب صلاة الجماعة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استنكر من هذا الرجل اعتزاله عن الجماعة وهو لا يستنكر إلا على من ترك واجبا فدل على أن صلاة الجماعة واجبة ولا يجد للإنسان ينفرد وهو من جملة أدلة وجوب صلاة الجماعة وفي الحديث أن العالم يستفصل ممن يرى عليه ملاحظة يستفصل منه ليعرف عذره ثم يبين له ثم يبين له الحكم الشرعي ولا يستعجل بالإنكار عليه بل يرفق به ويسأله ويستفصل منه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه ومع من يريد أن يعلمهم مع الجهال ما كان يعنف عليهم ويقصو عليهم لأنهم جهال والجاهل معذور لم يترك الحق عنادا حتى يعنف عليه وإنما تركه عن جهل فمثل هذا يرفق به ولا يعنف عليه ففيه الرفق في التعليم والرفق في إنكار المنكر والرفق في الفتوى والاستفصال حتى يكون التعليم واقعا موقعه ويكون أيضا أطيب للنفوس وفي الحديث دليل على أن التيمم يكون في الجنابة كما يكون عن الحدث الأصفر على أن التيمم يكون عن الحدث الأكبر كما يكون عن الحدث الأصغر يرفع الحدثين الأكبر والأصغر والحمد لله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه ما قال بعثني وفي قوله يكفيك دليل على أن التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الاغتسال في كل أحكامهما وأنه لا ينتقض إلا بنواقض الوضوء أو نواقض الاغتسال خلاف من يرى أنه إنما يتيمم عند دخول الصلاة وإذا تيمم لصلاة لا يصلي بذلك التيمم صلاة أخرى وأنه إذا خرج الوقت يبطل التيمم هذا قاله لكن ليس عليه أدلة وحديث يكفيك هذا الدليل على أنه يكفي عن الماء في كل أحكام ومن هنا يقولون إن التيمم الصحيح أنه رافع للحدث لا مبيح للعبادة بعضهم يقول أنه مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث والصحيح الأول أنه رافع للحدث ويعمل به مثل ما يعمل بالطهارة بالماء تماما ولا يبطله إلا ما يبطل الطهارة بالماء هذا هو الصحيح نعم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمره الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجه نعم هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه صحابي الجليل هو وأبوه وأمه صحابه أسلموا في مكة وعذبوا عذابا شديدا وقتلت أم سمية صابرة محتسبة في سبيل الله عز وجل وعمار بن ياسر هذا من السابقين الأولين إلى الإسلام وهاجر الهجرتين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة وحضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلائله وفلائله كثيرة واستشهد في الحرب التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في صفين استشهد في صفين وكان في جيش علي رضي الله عنهما فيقول بعثني رسول الله يعني أرسلني رسول الله في حاجة فأحضرت الصلاة ولم يكن عنده ماء وهو يعلم أن التيمم يكفي عن الماء في الحدث الأكبر يعلم هذا قال فتمرغت كما تتمرغ الدم هو يعلم أن التيمم يقوم مقام الماء لكنه لا يعرف كيفية التيمم لا يعرف كيفية التيمم فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الداب قاس 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 التيمم بالتراب على الطهارة بالماء فكما أن الطهارة بالماء يعمم بها البدن من الجنابة فكذلك قاس التيمم وعمم بدنه بالتراب رضي الله عنه تمرغ كما تتمرغ الداب قالوا فهذا فيه دليل على استعمال القياس هذا من أدلة استعمال القياس وأن القياس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عند الإنسان من يسأله ولا من يعلمه فإنه يجتهد بحسب استطاعته ويفعل العبادة فهذا عمار اجتهد رضي الله عنه وقاس طهارة الطراب على طهارة الماء فعمم بدنه بالتراب عمم بدنه بالتراب فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما يكفيك أن تقول هكذا أي أن تفعل القول يطلق على الفعل أن تقول أي تفعل هكذا وضرب صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ثم مسح به ما كفيه ووجهه فهذا الحديث فيه مسائل أولا فيه أن التيمم يرفع الجنابة كما يرفع الحدث الأصغر أن التيمم يستعمل في الطهارتين الكبرى والصغرى وفيه مسألة وصولية وهي العمل بالقياس فإن عمار قاس طهارة التراب على طهارة الماء لذلك تمرغ في التراب وفيه الرجوع إلى أهل العلم فإن عمار لم يسكت على فعله هذا بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن له الحكم الشرعي فدل على أن كيفية التيمم للجنابة مثل كيفية التيمم للوضوء أنه يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بهما وجهه وكفيه وفيه أن التيمم لابد أن يكون بالضرب فلو وضع يده على الأرض ومسح لم يكفي هذا لابد أنه يضرب يضرب الأرض بيديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض بيديه وفيه وفيه بيان فروض التيمم وأنهما فرضان الوجه والكفين والكف يراد به يراد به اليد يراد به اليد من مفصل من مفصل الكوع الذي هو المفصل الذي يجمع بين الذراع وبين اليد هذا الكوع يسمى أما ما يجمع بين الذراع والعضد فهذا يسمى بالمرفق يسمى بالمرفق ففرق بين المرفق وبين الكوع فهذا هو الكف فدل الحديث على أنه لا يشرع مسح الذراع مثل ما يغسل في الوضع وإنما يمسح الكف فقط وهو ما كان من مفصل الكوع من حد الذراع وهذا مذهب الجمهور أنه يمسح بكفيه بقض وفيه دليل على أن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه فيمسح وجهه ببطون أصابعه ويمسح كفيه براحته ظاهرهما وباطناهما هذه كيفية التيمم ولو تيمم بضربتين ضربة لوجهه وضربة لكفيه فلا باس لكن الصفة الأولى آكد وأصح أنه بضربة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي الحديث تعليم الجاهل وفيه أن من اجتهد وأدى العبادة أن من اجتهد حسب استطاعته وأدى العبادة أنه لا يؤمر بإعادتها فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لأنه اجتهد حسب استطاعته والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ليقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإذا اجتهد الإنسان وأدى العبادة ثم علم بعد ذلك الحكم الشرعي فإنه لا يعيد العبادة التي أداها بالاجتهاد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة نعم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة هذا الحديث يتحدث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بنعمة الله وما خصه به دون غيره من الأنبياء الله جل وعلا خصه بخصائص دون غيره من الأنبياء لأنه هو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين فالله أعطاه هذه الخصائص وهي كثيرة الخصائص الخصائص النبوية كثيرة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها خمسا وللإمام السيوط كتاب سماه كتاب الخصائص النبوية يبلغ مجلدين ضخمين فهذا الحديث فيه ذكر هذه الخمس أولوه صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا أي أعطاني الله جل وعلا خمسا أي خمس خصال لم يعطها نبي قبلي الأولى أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة بعث إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة أما بعثة هذا النبي فهي عامة لجميعها للأرض عربهم وعجمهم وباقيه لأن تقوم الساعة لا يأتي بعده نبي هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم بعضهم استشكل أن نوحا عليه السلام بعد الغرق بعد الغرق صار نبيا لمن بقي من أهل الأرض والجواب عن هذا أن أصل نبوة نوح عليه السلام خاصة وإنما صار نبيا لمن بقي بعد الغرق هذا هذا ليس في أصل النبوة وإنما هو بعد الغرق فقط والنبي صلى الله عليه وسلم أصل نبوته عامة فلا يتعارض هذا مع هذا بعث إلى الناس كافة وهذا في القرآن ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا بل هو رسول إلى الجن والإنس وإصرفنا إليك نفرا من الجن ليستمعون القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن بدل على أن بعثته صلى الله عليه وسلم للثقلين الجن والإنس جُعِلَتْ لِيَلْأَرُّ مَسْجِدًا وطهورة هذا محل الشاهد من الحديث للباب جُعِلَتْ لِيَلْأَرُّ مَسْجِدًا يعني صالحة للصلاة فيها كلها تصلح للصلاة فيها بينما كان الأمم السابقة يصلون في أمكنة خاصة في بيعهم وكنائسهم أما هذه الأمة فإن الله وسعى عليها فجعل الأرض كلها لها صالحة للصلاة مسجدا يعني مكانا للصلاة مكانا للصلاة وطهورة أي ترابها طهور فأيما عبد أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره هذا محل الشاهد من الحديث وطهوره جُعِلَتْ لِيَلْأَرُّ مَسْجِدًا وطهورة وطهورة وذلك بالتيمم لمن لم يجد الماء وقوله جُعِلَتْ لِيَلْأَرْضِ يدل على أنه يصح التيمم على جميع الأرض سواء التراب أو الرمل أو أي شيء من وجوه الأرض فيتيمم على الأرض أيًا كان نوع هذه البقعة وبعض العلماء يقول أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب الذي له غبار ولكن الصحيح أنه يجوز التيمم على جميع الأرض الطاهرة على جميع الأرض الطاهرة سواء كان عليها غبار أو لم يكن عليها غبار وكذلك يصح التيمم على ما عليه غبار طاهر من الجدران والفرش والبلاط والكيس كيس الطعام أو كيس الشعير أو الأكياس المملوئة إذا كان عليها غبار فيضرب عليها ويمسح على وجهه وكفه فالتيمم يكون بالتراب ويكون على وجه الأرض الطاهرة ويكون بالغبار الطاهر أيضا المسألة عامة ولله الحمد ونافعة جعلت لي الأرض يعني كل الأرض طهورا وأنه لا يشترط التراب أو الغبار بل كل ما كان من الأرض يصح التيمم عليه لهذا الحديث وإذا لم يكن عنده شيء من الأرض أو الأرض اللي عنده نجسة فالأباسان يتيمم على الجدار الذي عليه غبار أو على الفرش التي عليها غبار أو اللبد التي عليها غبار وهي الوسائد مثلا فإذا وجد الغبار الطهور إنه يكفي عن التراب ويكفي عن الأرض وهذا من تيسير الله أما الشيء اللي ما عليه غبار ولهم من الأرض كالخشب وما هم من الأرض ولا عليه غبار فهذا لا يتيمم عليه لأنه ليس من الأرض وليس عليه غبار مثل الخشب والصوف ونحو ذلك مما ليس عليه غبار جعلت لي الأرض وحلت لي الغنائم نصرت بالرعب مسيرة شهر نصرت بالرعب مسيرة شهر أي أن الله يلقي الرعب في قلوب الكفار من مسافة شهر من المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد يوجد الرعب للكفار من المسلمين لكن لا يبلغ هذه المسافة يكون دون هذه المسافة فقد يوجد الرعب من الكفار من المسلمين لكن لا يكون من هذه المسافة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الله يذلهم بالكفر ويلقي في قلوبهم الرعب قال جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه فالكافر ذليل أمرعوب من المسلمين إذا كان في المسلمين قوة وإيمان إذا صار عندهم إيمان وعندهم قوة فإن أهل الأرض يخافونه كما كان للصحابة رضي الله عنه أنهم بلغوا المشارق والمغارب في الجهاد وخافهم الناس لأن الله ألقى الرعب في قلوب الكفار أما إذا كان المسلمون فيهم ضعف ضعف إيمان وضعف قوة فإن الأمر ينعكس يصير الذل على المسلمين والرعب من الكفار ولا حول ولا قوة إلا منه تنزع المهابة من قلوب أعدائكم وتلقى في قلوبكم هذا متى؟ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وسلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم فإذا ترك المسلمون دينهم وضعه فيه فإن الأمر ينعكس يكون المسلمون هم المرعوبين ويكون الكفار يخوفونهم قال يلقى في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال ينزع الرعب تنزع المهابة من المسلمين وتلقى عليهم الذلة تلقى عليهم الذلة إذا ضعف إيمانهم وضعف تمسكهم بدينهم فإن الله يسلط عليهم عدوة لا يوجد هذا الرعب للمسلمين وهذا الخوف من الكفار إلا إذا كان في المسلمين قوة إيمان وقوة سلاح قوتان قوة الإيمان وقوة السلاح صرت بالرعب مسيرة شهر وهو حلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي الغنائم هي ما يوخذ من أموال الكفار في الجهاد ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار في الجهاد هذه هي المغانب وهذا موجود في الأمم السابقة إن الله غفور رحيم اسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا لا تبينكم وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس وللرسول ولذي القربة إلى آخر الآيات الله أحل الغنائم بالقرآن وبهذا الحديث وغيره للمسلمين وهي أطيب أطيب المآكل ما كان من المغانب لقوله تعالى حلالاً طيباً فهي أطيب ما يأكله المسلم أطيب الكسب هو المغانب في سبيل الله عز وجل وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل وأعطيت الشفاعة الشفاعة العظمى الشفاعة العظمى في الموقف إن حشر الناس وطال عليهم الوقوف طلبوا الشفاعة من الأنبياء واحداً من أولي العزم إبراهيم وموسى وعيسى ثم ينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فالأنبياء يعتذرون فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهت إليه يقبلها يذهبون إلى آدم يذهبون إلى آدم ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام ثم يذهبون إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم ياتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يقبل ويشفع عند ربه حتى يفصل بين الناس ويريحهم من الموقف ويكون هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله جل وعلا به بقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هذا خاص به صلى الله عليه وسلم سمي بالمقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام فهذه الخمس نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد بعدي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة هذه الخصائص الخمسة والشاهد منها قوله جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً هذا فيه التيمم تيمم على الأرض تيمم على وجه الأرض وأنه يكفي عن الماء وفيه أن الأرض كلها صالحة للصلاة فيها إلا ما استثني من الحمام والحش وفيها أشياء سبعة مواطن ينهى عن الصلاة ومعاطن الإبل وقارعة الطريق هذه المواطن تخصص وما عداها فكل الأرض صالحة للصلاة فيها الليلة القادمة ليلة الأربعة ما فيها درس نبدأ إن شاء الله من يوم السبت نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا استمتع الرجل بالزوجة بدون الإلاج وقع المرأة المني فهل يجب عليها الغسل إيش وقع عليها المني مني منها خرج منها هي ولا من الزوج إذا كان منها هي عليها الغسل إذا كان من الزوج فالغسل على الزوج فقط فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم طهارة الفراش الذي يتم الجماع فيه وما حكم الماء المختلط من فرج المرأة ومني الرجل بعد انتهاء الجماع طاهر هذا طاهر نعم فضيلة الشيخ يقول لكن انه يتجنب من أجل النظافة تجنب من أجل النظافة أما الطهارة فهو طاهر نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا لم يجد الماء والتراب فالي يجوز التيمم على الأرض الصلبة ما دام عنده أرض طاهرة يتيمم عليها ولو كانت حجرا ولو كان ما دام عنده شيء من الأرض وهو طاهر يتيمم عليها لكن لو ما عنده أرض ولا عنده ماء مثل المسلوب مثل المسجون السجن ما عنده شيء هذا يصلي بلا تيمم وبلا وضوء يصلي على حسب حاله الصلاة ما يتركها أبدا يصلي ولو بلا وضوء وبلا تيمم تقول الله ما استطعت نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا انقطع الماء عن المنزل فهل يصح التيمم في البلد إذا انقطع عن المنزل وموجود فيه في البلد يروح يطلب الماء ويروي نعم ولا يجوز讚 يام فضيلة الشيخ يقول السائل المساجد فيها ما والبيوت الأخرى فيها ما الماء موجود واللائح نعم فضيلة الشيخ يقول السائل في الوقت الحاضر كم مقدار الصاع من اللترات الصاع الموجود أكثر من الصاع النبو الصاع الموجود أكثر من الصاع النبوي فإذا استعمل الصاعي الموجود صار فيه احتياط نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو الأولى ما هو الأول في التيمم هل المسح الوجه أو الكفين مسح الوجه أولا ثم أمسحوا بوجوهكم وأيديكم أمسحوا بوجوه الله جل وعلا ذكر الوجه قبل اليدي وأما الحديث المسح بكفيه ووجهه ألواو لا تقتضي الترتيب ألواو للجمع فقط ولا تقتضي الترتيب فتحمل على الآية أمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يبدأ بالوجه ما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا أوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به نعم صديدة الشيخ يقول السائل هل من حقوق الزوج الشرعية على زوجته أن تخدمه وتغسل فيابه وتعد طعامه أمن ذلك من الإحسان هذا من حسن العشرة حسن العشرة بينهما والعرف له دخل إذا كان من عرف البلد أن المرأة تخدم زوجها فإنها تخدم كما كان الصحابيات وإن الله عنه يخدمنا أزواجهن وهذا في عصر النبوة وفي عصر الخلفاء الراشدين وفي عصر الصحابة كانت النساء تشتغل في البيوت تخدم أزواجها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل حتى إن فاطمة بنت محمد التي هي أشرف النساء كانت تخدم في بيتها وتطحن وكانت تروي على ظهرها القربة رضي الله عنها وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجزي الغسل ولو كان على غير نعم هل يجزي الغسل ولو كان على غير صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم هل إيش ولو كان على غير صفة غسله صلى الله عليه وسلم إذا عمم بدنه بالماء بنية رفع الحدث إنه يجزي على أي صفة كان لكن كونه على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نعم فضيلة الشيخ يقول السائل التيمم على الرمل الذي ليس له غبار هل يجزي نعم كل وجوه الأرض الطاهرة كل وجه الأرض رملا كان أو حجارة أو كله يجزي تيمم عليه قاله لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض ألعام والنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى تبوك لغزوة تبوك كان طريقه كله رمر كله نفوت ولم يحمل معه تراب فدل على أنه أنه يتمم على الرمر نعم فضيلة الشيخ يقول السائل كان علي جنابه ثم اغتسلت ولكن لما تمضمض ولما استنشق هل علي جنابه كيف؟ جنابه أعد السؤال يقول السائل كان علي جنابه ثم اغتسلت ولكن لما تمضمض ولما استنشق وبعد الغسل توضأت بعدما لبست الملابس فهل غسلي صحيح؟ إذا كنت مضمض واستنشقت في الوضوء يكفي إن شاء الله نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما السنة للإمام بعد قراءة الفاتحة؟ هل يسكت قليلا ليقرأ المأموم؟ أم يشرع مباشرة بعد الفاتحة في القراءة؟ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه يسكت بقدر ما يرجع إليه نفسه يقدر ما يرجع إليه نفسه أما السكوت الطويل بعد الفاتحة فهذا لم يرد به دليل وإنما هو استحسان استحسان من بعض الأئمة وجرى عليه العمل فالأمر في هذا سهل إن شاء الله نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا جامع الرجل امرأته في رمضان فكفرته تحري رقبه نعم يقول إذا جامع الرجل امرأته في رمضان نعم فكفرته تحري رقبه وصيام شهرين أو أو صيام شهرين فكم تقدير الرقبه بالريالات في وقتنا الحاضر ما في رقبه الآن الرقم ممنوع الآن ولا في رقبه يعدل إلى الصيام أو إلى الإطعام ستين مسكينا أما الرقبه في الوقت الحاضر ما هي موجودة نعم ولا يخرج بدلها دراهم لا لا بد من العتق إذا وجد لما إخراج الدراهم ما يخرج نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل العادة السرية حكمها في رمضان كحكم جماع المرأة في رمضان لا ليست كحكم جماع المرأة لكنها محرمة تفسد الصيام فعليه قضاء الصوم مع التوبة إلى الله عز وجل وليس عليه كفارة لأنها لا تعد جماعا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل تشميت العاطس هل هو واجب على الأعيان أم يقاس على السلام في حكمه إذا حمد الله إنه يجب على من سمعها أن يشمثها وإذا كانوا جماعة يكفي واحد إذا كانوا جماعة يكفي واحد نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انتشر في الكثير من مساجد هذه البلاد وجود صور ومن تلك الصور صورة لقبر محفور بداخل مقبرة وبجانبه جنازة والمقصود من وضع هذه الصور تذكير المصلين بالموت فهل لهذا العمل أصل في الشريعة المطهرة يجب منع هذا العمل وتمزيق هذه الأوراق أو اللوحات ما يجعل في المساجد شيء من هذه الأمور هذه من اجتهادات بعض الشباب الخاطئة التي ما أنزل الله بها من سلطان الناس ما يتذكرون لم يشوفون هذه الصورة ما يذكرهم القرآن ما يتذكرون بالجنائز اللي هم يشوفون رأي العين ما هي بصورة جنائز تشيلونها ويحملونها من بيوتهم ومن جيرانهم ومن أولادهم قال لي هذا ما هم متعظون هذا ما هم متعظون بغرقة نتحطة أو سورة نتحطة لكن هذا من العبث هذا من العبث الضايع ويجب أن المساجد أن ما يدخلها إلا المصاحف فقط تمنع هذه الأمور كله هل إعلانات اللوحات الإعلانية والدعوة وما يقولون كل هذه من الخرابط اللي ما تصلح في المساجد وإلى أن فتح الباب جاء المشعوذين والمخرفين وينشروا في المساجد دعاياتهم وشرهم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل في حديث أبي جعفر دليل في الرد على من ابتدع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وزجرهم على من هل في حديث أبي جعفر دليل في الرد على من ابتدع ابتدع نعم الشيخ كيف ابتدع المبتدع نعم يزجر ويغلل عليه ويمنع من البدعة لكن الحديث أبي جعفر في من في من رد على السنة أو قال ما تكفيني أو ما أشبه ذلك يعني اللي يتنقص السنة ويقول ما تكفيني أو أنا أنا هو اللي يرد عليه أما الابتدع هذا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم لبس الكمام أثناء الصلاة للحاجة تلثم في الصلاة مكروه إلا لحاجة إذا احتاج إليه تلثم ولا كراها وإذا لم يحتج إليه فهو مكروه سواء تلثم بطرف غترتها أو شماغها أو بكمام هذا من التلثم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إمرأة فقيرة إمرأة فقيرة وكلمت لها بعض التجار وكلمت إمرأة إمرأة فقيرة نعم وكلمت لها بعض التجار فجمعت لها مبلغا وقدره مليون واربعمائة ألف ريال ثم إنني تاجرت بهذا المبلغ فتضاعف إلى مليون ونصف فهل يحل لي منه شيء وهل أصرفه وهل أصرف كله لها أو أعطيها حاجتها والباقي أفرقه على المستحقين علما بأنني حينما كلمت التجار كلمتهم لأجلها هذا من الغرائب إمرأة يجمع لها مليون ما يجوز هذا المرأة الفقير يعطى قدر حاجته فقط ولا يجمع له ملايين يعطى قدر حاجته والزايد يعطى له قراءة آخرين فهذا المبلغ ليس للمرأة ما تستحقه المرأة ما تستحق منه إلا قدر حاجتها فقط ولا ينبغي العمل هذا نعم إلى بغاية تسأل المحتاج تأخذ قدر ما يكفيه فقط فإذا احتاج مرة ثانية تجمع له مرة ثانية وهكذا نعم أما أنك تتاجر له تجمع مبلغ وتتاجر له به حتى يبلغ مليون هذا من العجائب نعم أصبح ما هو فقير نعم فضيلة الشيخ يقول السائل أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا صفة الإسباق في الوضوء تعميم الإسباق هو تعميم الماء على العضو أو على الجسم بحيث يجري عليه ولا يبقى منه شيء لا يصل إليه الماء ولا يكون مسحا بل لازم يجري الماء على العضو كله ولا يبقى منه شيء لم يجري عليه الماء نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل هناك مجاز في القرآن أو الشريعة مع العلم أن أناس لهم شبه مثل قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا ليس في القرآن مجاز بل ولا في اللغة العربية مجاز وإنما هذا شيء أدخله الأعاجم الذين لم يعرفوا العربية من قبل واستعربوا فما لم يعرفوه قالوا هذا مجاز فليس هناك مجاز ولله الحمد والعرب يفهمون لغتهم والقرآن نزل بلغة العرب وليس فيه مجاز اشتعل الرأس الاشتعال معناها معناها ظهور البياض في الرأس مثل ما تظهر الضوء في الحطب الاشتعال يختلف باختلاف الأشياء ما هو بلاشتعال خاص باشتعال النار اشتعال هو ظهور اللون في مكان لم يكن من قبل نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد جداorkا dealt quantشعور رضني فورستعال أحموستعال